ردود فعل كبيرة جداً على حلقات برنامج التريند على مدار هذا الأسبوع لأنه بالتأكيد قدمنا قضية مهمة جداً في الدوري العام ويمكن أنا بتابع بشكل مباشر كل الناس وكل المناقشات خاصة بعد ما نادي المقاولون العرب أصدر بالأمس بيان رسمي وتقدم بشك ورسمية إلى ربطة الأندية المحترفة تعليقاً على تعيين لجنة الحكام لحكم الدرجة الأولى الكابتن محمد الحنفي لإدارة مباراة بيرامدز والمقاولون العرب طبعاً ردونكم على الشاشة ده بيان نادي بيرامدز وبيقولوا فيه أنهم ما تقدموا باحتجاج وطلب رسمي لإعادة هذه المباراة بسبب مخالفة لجنة الحكام لليحة التحكيم بتعيين الكابتن محمد الحنفي اللي فشل في اختبار اللي أقل بدنية مرتين في بداية المسم وفي منتصف المسم وليحة الحكام وقالوا كمان البنود والمواد القانونية المادة 43 وكل الأمور اللي احنا كنا كلمنا فيها وخضوع الحكم ضروري وإلزامي للاختبار المتعلق بالوارنر تيست وده شرط إلزامي والكلام ده كله وكمان استندوا لتصرحات بيريرا اللي قال فيها قبل كده أن الحنف مستمر لنهاية المسم كحكم فيديو فقط وقال خلاص رسب مرتين وبالتالي ما يفعش يبقى فيه اختبار لياقة بدنية لتاني عموما ده تقرير أو ده بيان نادي المقاولين العرب والشكوى الرسمية اللي تقدم بيها إلى ربطة الأندية المحترفة وبالتأكيد الربطة النهاردة بتدرس هذا الكلام وسيتم العرض على مجلس دارة الاتحاد للحصول على رد رسمي من لجلة الحكام في هذا الملف أكيد الناس عايزة تفهم هي القصة إيه قبل مشرح تفاصيل القصة لازم أوضح نقطة مهمة جدا وده لازم النهاردة أوضحه لكل السادة المشاهدين والحمد لله اللي احنا عارفين هنا نسبة المشاهدة والمتابعة الإعلامية يعني الحمد لله الأعضاء اللي بنتكلم فيها بتشوفوا ردود الفعل في الأماكن التانية زي بيبقى فيه متابعات اللي احنا بنقوله هنا في برنامج التريند على شاشة قناة الأهلي وقت ما طرحت هذه القضية كان قبل المبرامة تتلعب وقت ما طرحت هذه القضية كان قبل المبرامة تتلعب يعني احنا هنا في قناة الأهلي ما كناش عارفين مين اللي هيكسب مين اللي هيكسب برامدز ولا المقولين ولا هيخلص تعادل ليه؟ لأن احنا هنا كان لنا هدف ايه هو هدفنا؟ بنقدم معلومة للمنظومة الرياضية وبنقولهم الحقوا في خطأ حصل الحقوا قبل المبرامة تتلعب لأن احنا لو لنا غرض زي ما البعض بيحاول يقول يعني أكيد مش هنتكلم إلا بعد المطش لكن ونشوف النتيجة ونشوف مين كسبان ونبدأ بقى نحسبها مين كسبان مين خسران ده في صالحنا ده مش في صالحنا لكن احنا تكلمنا امتى جماعة؟ قبل المطش المطش كان الساعة 7 الحالة كانت الساعة 5 يا جماعة الحقوا حصل كذا 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 وكان معايا هنا وبينورني وبينشرفني بالتأكيد الكابت الناصر عباس كابت الناصر حكم دولي كبير محاضر تحكيمي معتمد من الاتحاد الإفريقي خبير تحكيمي على أعلى مستوى الكلمة اللي بيقولها أكيد كلمة موثقة أكيد رجعنا له سألناه وكان على الهواء وشرح الموضوع برمته لدرجة أنه وجهت لي سؤال والحلقات موجودة على قناة الأهل على اليوتيوب وعلى صفحة الأهل على الفيسبوك كابت الناصر تعيين الحنف بالشكل ده يدي بطلان لنتيجة اللقاء مدى صحة إقامة اللقاء بهذا الموضوع شرح الموضوع وقالك أكيد الأمر ده غلط شكرا للمشاهدة